هذا المشهد ليس جزءاً مقتطعاً من فيلم سينمائي إنها مطاردة شرطة عراقية لمبتزن الكتروني يحتجز فتاة داخل سيارته مهدداً بنسفير سيحة أرقام الإبتزاز الألكتروني تقطت حاجز 1900 حالة في 2021 لوحدها بعضها وصل لحالات اعتداء مباشرة وفق حصاءات سجلتها مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية كثير من الظواهر اللي بدت تضغي في مجتمعنا وتنتشر وتأثر على التماسك المجتمعي وعلى وحدة وتماسك العائلة العراقية من مخدرات أيضاً العنف الأسري التسول التصرب من المدارس الابتزاز الكتروني جداً مهم وخطيئة ونحاول أن نعالجه قضايا العنف ضد المرأة وصلت لمستويات قياسية فواحدة من كل أربع نساء تتعرض للعنف وفق دراسة مسحية لوزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وقد تزايد زواج القاصرات دون سن الثامنة عشرة واحتلت محافظات الجنوب أرقاماً عالية في لائحة زواج القاصرات نستطيع أن نقول أن هناك تزايد كبير في قضايا العنف على المستوى الدولي وحتى على المستوى المحلي في العراق يعني اليوم العراق سجل حالات عنف كثيرة نحن في منفوضية العليا لحقوق الإنسان قاطعناها مع مديرية حماية الأسرة وصلتنا عداد جداً كبيرة في الآونة الأخيرة لقضايا العنف الأسري منظمات نسوية تعلق الأمال على البرلمان القادم لتشريع قوانين تحد من العنف ضد النساء مثل قانون مناهضة العنف الأسري نطمح أن أكثر أن تكون لها تشريع القوانين مثل مناهضة العنف الأسري بقية القوانين المعطلة أو المجحفة بحق المرأة فنتمنى أنه بالمستقبل وعلى هذه الدورة الجديدة تكون تشريعات أكثر أنصاف للمرأة على مسألة ما ورد بالاكتفاقية من أحكام وبنوت مفوضية حقوق الإنسان كشفت عن إصدار الجهات القضائية نحو أربعة ألاف مذكرة قبض وفقاً لشكاوى مقدمة لوزارة الداخلية خلال عام 2020 متعلقة بقضايا العنف الأسري حيث أشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق إلى أن العنف من قبل الأزواج ضد النساء هو الأساس من نسبة 86% وتعنيف النساء على أساس العادات الاجتماعية بنسبة 14% والزواج في سن مبكرة بنسبة 13% فيما تغيب إحصاءات رسمية عن عدد المعنفات في عموم العراق سلمان دلقاص الحرة